السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بحل وشرح نماذج مراجعات جميع الوحدات لمنهج الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثالث وهذه النماذج هي من عمل الأستاذ عيسى الحسيني جزاه الله كل خير قبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بحل الوحدة الأولى اختر الإجابة الصحيحة لماذا اخترنا بورد؟ لأنها صفة للشخص عندما نصف الشخص نختار الصفة المنتهية بإيدي أما عندما نصف الأشياء فإننا نختار الصفة المنتهية بإيدي هنا أيضا في هذه الجملة نصف أمل نصف أن أمل هي مكتئبة من الأخبار إذن أيضا نختار الصفة المنتهية بإيدي لأنها تصف الشخص أو العاقل نمبر ثري إذن هنا نصف واجب الرياضيات وهو شيء إذن عندما نصف الأشياء قلنا فإننا نختار الصفة المنتهية بإيدي إذن هنا دائما تتبع الفاعل هنا جاء الفاعل المفرد إذن نضف للفاعل S في زمن المضارع البسيط وبعدها تأتي الصفة نمبر فايف إذن هنا أسلوب تمني وندم على شيء لم أفعله في الماضي إذن سنستخدم زمن الماضي التام بعد وش يأتي هاد وبعدها التصريف الثالث للفاعل نمبر سكس هنا في هذه الجملة نحن نرغب بحصول شيء في المستقبل وهو أن الأب يعطينا بعض المال أو يقرضنا بعض المال إذن سنستخدم زمن الفيوتر مع إف أونلي لأن إف أونلي دائما يأتي معها إما الماضي التام أن تأتي هاد وبعدها التصريف الثالث للفاعل أو أن يأتي معها الماضي البسيط أن يأتي الفاعل في الزمن الماضي أو أن يأتي معها المستقبل إذا كنا نريد شيئا في المستقبل وهنا الجملة تعني أننا نريد شيئا في المستقبل لذا سنستخدم would في الزمن الماضي وبعدها الفاعل بصورته الأصلية نمبر سبن هنا لماذا اخترنا such a big لأن such تأتي بعدها article وبعد الarticle صفة وبعد الصفة الإسم الموصوف وبعدها تأتي that أما في هذه الجملة إننا نخترنا so لماذا I was so amused that I cried with laughter إذن هنا جاءت so بعدها الصفة فقط وبعدها مباشرة جاءت that لم تأتي article ولم تأتي اسم موصوف إذن في هذه الحالة سنختار so هنا كلمة interesting هل هي present مضارع أم past ماضي participle adjectives interesting هي في الزمن المضارع هنا كلمة written هل هي present participle adjectives أم past participle adjectives طبعا هي past participle adjectives لأنها جاءت في التصريف الثالث إذا جاءت منتهية ب-ing فهي present أما إذا جاءت في التصريف الثالث فهي past ننتقل إلى complete the sentences with the أو the و comparative أي تأتي بعد the أسلوب المقارنة بأن تنتهي الصفة ب-e-r هنا the strong coffee I have the good I feel تصبح the stronger coffee I have the better I feel هنا أيضا the long they wait the hungry they get تصبح the longer they wait the hungrier they get ننتقل إلى السؤال الذي يلي do as shown in parenthesis علينا أن نفعل ما يطلب مننا بين الأخواص المطلوب الأول restate using if only علينا أن نعيد كتابة الجملة باستخدام if only هنا I wish Sarah stayed at home تصبح if only Sarah had stayed at home هنا كانت الجملة في الزمن الماضي فتصبح في زمن الماضي التام مع if only number two المطلوب rewrite using get plus adjectives علينا أن نعود الجملة باستخدام get التي تكون مناسبة للفاعل وبعدها الصفة we are hungry تصبح we get هنا الفاعل لم نضف إليه أي شيء لأنه جاء بعد we وبعدها سنكتب الصفة كما هي hungry number three المطلوب circle the past participle adjectives علينا أن نضع الدائرة حول الصفة في التصريف الثالث إذن هنا I was astonished by your parrot's remarkable reaction إذن هنا astonished هي الصفة وتعني معجبة أو منبهرة وجاءت في التصريف الثالث number four المطلوب correct the underlined to express secreticism علينا أن نصحح ما تحته خط كي نعبر على الانتقاد if only علي stop stealing terrible jokes تصبح if only علي stopped telling وليس stop هنا يصبح الفعل في الزمن الماضي بعد if only ونكمل telling terrible jokes number five المطلوب complete with إما so that أو such that سنكمل الجملة إما باستخدام so that أو such that it was such a difficult test that many students did not pass لماذا قلنا such ولم نقل so لأن جاءت article وبعدها الصفة وبعدها الإسم الموصوف ثم نكمل بthat السؤال التالي المطلوب rearrange علينا أن نعى الترتيب كلمات الجملة لدينا تصبح أي تعرضنا لعاصفة مخيفة number two كلما ضحكنا أكثر كلما أصبحنا نشعر بشكل أفضل number three if funnier clown only the was سنقول if only the clown was funnier ماذا لو كان المهرج مضحكا ننتقل إلى complete to tell a joke نكمل كي نخبر نكتة نقول the joke about ونخبر النكتة هذه النكتة عن ونقول ما هي fill in the spaces علينا أن نكمل الفراغات بهذه الكلمات لدينا كلمة puzzle أي محتارا ومشوشا remarkable أي مميز irritated أي غاضب fake مزيف equivalent يساوي أو يعادل bilingual ثنائي اللغة number one جون 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 ولد في السعودية هو ثناء اللغة يستطيع تحدث لغتان بشكل جيد number two I was puzzled this morning when I couldn't find my English book كنت محتارا ومشوشا هذا الصباح عندما لم أجد كتاب اللغة الإنجليزية number three علي is getting to me I feel irritated when I am around him علي اقترب مني وشعرت بالغضب عندما أصبح حولي your project was remarkable it was so good and incredible المشروع الخاص بك كان مميزا فقد كان جيدا ورائعا hey jenane what's the opposite of genuine jenane ما هو عكس كلمة genuine وتعني أصلي you can say fake عكسها fake وتعني مزيف ننتقل إلى السؤال الذي يلي classify علينا أن نصنف هذه الكلمات ما بين how someone feels مشاعر شخصا ما what causes the feeling ما الذي تسبب هذه المشاعر طبعا الصفات المنتهية ب-ed هي ما يشعر بها الشخص والمنتهية ب-ing هي مسببة هذه المشاعر إذن لدينا الصفة الأولى amazing هي what causes the feeling شيء رائع excited how someone feels وهو متحمس confused مشوش صفة للشخص frightening مخيف صفة للشيء frightened خائف صفة للشخص amusing مذهل صفة للشيء ننتقل إلى ماتش علينا أن نصل الكلمات بمعانيها الكلمة الأولى hearty strong and with feeling هو المشاعر stimulate المحفز وهو to increase activity كي نزيد من النشاط cardiovascular هو القلب والأوعية الدموية the heart and blood vessels ننتقل إلى expressions ومينيغ علينا أن نصل التعبير بمعنى tilt the truth أن نخبر الحقيقة هذا يعني say exactly أن نقول بالضبط shear up يسعد make feel happier يجعلك تشعر بسعادة low away هذا التعبير يعني really impress ننتقل إلى match each word with its correct picture علينا أن نصل الكلمات بكل صورة مناسبة لها الصورة الأولى هو الصورة الطبيب أطفال ويعني pediatric الصورة الثانية هو ثنائي اللغة اللغة عربية وصينية إذن bilingual الصورة الثالثة هي صورة القلب والأوعية الدموية إذن cardiovascular الصورة التي تليها صورة مهرج إذن clown الصورة الأخيرة شخص يضحك إذن laughter ننتقل إلى حل نموذج الوحدة الثانية السؤال الأول يقول choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة number one I think it's time to throw it out حان الوقت كي نرميها إذن هنا throw it جاء الضمير ما بين الفعل والparticle لأن throw out يعتبر من separable verb أي يمكن فصله بوجود الضمير في المنتصف number two أمل can whip the food up أيضا هنا لدينا whip up من separable أي يمكن فصله بوضع الأبجيكت وهو المفعول به ما بين الفعل والparticle number three my family my family are looking forward to see you soon هنا التي يأتي مع forward هو to to see وبعد to دائما يأتي الفعل بصورته الأصلية إذن عائلتي تتطلع لكي تراك قريبا number four you don't need your coat أنت لا تحتاج معطفك why don't you take it off لماذا لا تخلعه هنا أيضا take و off هم من separable verb يمكن فصلها بوضع الضمير في المنتصف there are some pineapples in the fridge لماذا اخترنا some لأن some تأتي مع الجمع وتأتي أيضا في الجملة المثبتة any تأتي مع الجملة المنفية a و an تأتي مع المفرد I don't have any money هنا جملة منفية إذن سنختار any can I borrow some money هنا لماذا اخترنا some لأننا نطلب طلبا أما إذا كان السؤال استفهام فإننا نختار any هل يمكنني أن أستعير بعض المال number seven I am making a cup of coffee إذن أنا أصنع كوبا واحدا من الشاي اخترنا a لأن الكوب هو مفرد وبدأ بحرف ساكن أي علي لماذا سألنا بhow much لأن عصير البرتقال هو غير معدود how many نسأل به عن المعدود number nine I run I run into my sister at the supermarket هنا run into هل هو separable phrasal verb أم non-separable phrasal verb هو non-separable phrasal verb لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نفصل ما بين run وinto ونضع المفعول به في المنتصف دائما الاسم يأتي بعد البارتقال into number ten my health requires me to cut down on coffee هنا cut down on هل هو two-word phrasal verb أم three-word phrasal verb طبعا هو مكون من ثلاث كلمات إذن three-word phrasal verb ننتقل إلى number two find the phrasal verbs and fill in the table ابحث عن عبارة الأفعال وأكمل هذا الجدول المطلوب الفعل والparticle هي الكلمة المرتبطة بهذا الفعل preposition حرف الجر الذي يأتي بعدهم وobject المفعول به هنا لدينا we need to come up with a solution to our problem لدينا الverb come الparticle الذي يأتي بعده هو up البربوزيش حرف الجر هو with والobject a solution to our problem number two جنان gave the money back الفعل هو give البربوزيش back وهو separable أي يمكن فصلهم ويأتي الobject في المنتصف إذن الobject هنا لدينا the money أما البربوزيش فلا يوجد في الجملة number three do as shown in parenthesis علينا أن نفعل ما يطلب مننا بين الأقواس المطلوب الأول نعد كتابة الجملة باستخدام مفعول به بشكل ضمير I never turn down pizza إذن هنا لدينا الobject هو pizza وهو مفرد سنأتي بالضمير العائد عليه وهو it ونضعه ما بين الverb والparticle نقول I never turn it down number two المطلوب complete with a correct particle علينا أن نكمل بكلمة المناسبة التي ترتبط بالفعل هنا لدينا عدنان never tires of falafel he loves the food إذن المناسب بتايرز هو off لماذا؟ لأن عدنان أبدا لا يتعب من تناول الفلافل لأنه يحب الطعام number three المطلوب circle the phrasal verb علينا أن نضع دائرة حول عبارة الفعل هنا my t-shirt are old I'll get rid of them إذن الفrasal verb هو get rid of نتخلص منها أو نرميها number four المطلوب correct the underlined error علينا أن نصحح الكلمة الموضوع تحتها خط ستصبح send it back الضمير لا يأتي بعد particle أبدا إنما يأتي ما بين الفعل وال particle number five المطلوب replace find with a suitable phrasal verb علينا أن نستبدل كلمة find بأي بأي عبارة فعلية أخرى مناسبة هنا my friends ask me to find a better way to learn English لدينا اختيارات عديدة اخترنا من بينها الفعل المناسب للجملة وهو explore إذن صديقتي طلبت مني أن أكتشف وأن أبحث على طريقة جيدة كي تتعلم اللغة الإنجليزية number four علينا أن نرتب كلمات الجمل التالية number one لدينا out ran off gas we سنقول we ran out of gas يعني نحن قد فرغوا أو انتهى لدينا الغاز أو البنزين number two لدينا milk حليب would هل like تفضل some بعض و you سنسأل ونقول would you like some milk هل ترغب ببعض الحليب number three لدينا tomatoes and a little a few cheese I need سنبدأ ب I need a few tomatoes لأن few هي للمعدود ستأتي معها tomatoes and a little cheese وهنا a little لغير المعدود تأتي معها الجبن الغير معدودة ننتقل إلى complete the offering accepting food سنكمل بإما نعرض أو أن نقبل طعام أن نعرض نقول would you like the kebab نقبل نقول yes I would number six fill in the spaces علينا أن نكمل الفراغات بهذه الكلمات لدينا لدينا وليمة peak القمة booming مزدهر delicacy طعام شهي famished جائع جدا appetizing مشهي number one the business علي runs is so booming العمل الذي يجري به علي أو يقوم به علي هو مزدهرا كثيرا that he makes a lot of money والذي يجني منه الكثير من الأموال number two is there anything to eat I am absolutely famished هل هناك أي شيء أكله فأنا جائع جدا number three for iftar we prepared a feast that can feed twenty fasting people للإفطار قمنا بتحضير وليمة والتي تطعم عشرون صائما number four in the food world fish eggs are considered a delicacy because of their high price في عالم الأطعمة بيض السمك يعتبر من الأطعمة الشهية لأنه غالي الثمن the smell of freshly baked cookies is appetizing and so is the aroma of the grill رائحة البسكويت الطازج المخبوز هو فاتح للشهية كما رائحة المشويات ننتقل إلى classify the adjectives علينا أن نصنف هذه الصفات ما بين flavor النكهات وما بين people ما بين flavor أي صفات للنكهة وما بين صفات الأشخاص لدينا الصفة الأولى bitter تعني مر إذن عند الفلفر cranky جريب الأطوار هي صفة للأشخاص sweet حلو المثاق flavor picky صعب إرضائه صفة للشخص salty مالح flavor frustrated متعب هو صفة للأشخاص sour حامض حامض هي flavor extravagant وهو المسرف صفة للشخص ننتقل إلى matched word with meaning علينا أن نصل كل كلمة بمعناها maintain محافظة تعني to keep distinguish التفريق to identify one from another أن نفرغ ما بين شيء وآخر existence شيء موجود the presence of something وجود شيء ما ننتقل إلى expression ومينيق علينا أن نصل ما بين التعبير ومعنى whip it up من السهل عمله made quickly and easily نفعله بسركل سريع وبسهولة have a sweet tooth له العبارة تعني أن الشخص يحب الحلويات love desserts and candy come to think of هذه العبارة تعني just a care to me ظهر لي الآن ننتقل إلى unscramble each word and write it under its correct picture علينا أن نعد ترتيب كل كلمة وبعد ذلك نضعها تحت الصورة المناسبة الكلمة الأولى هي وتعني شيء سام سنضعها تحت هذه الصورة التي تدل على السموم الكلمة الثانية هي aroma وتعني الرائحة هذه هي الصورة المناسبة الكلمة الثالثة هي vendor وتعني البائع سنكتبها هنا تحت هذه الصورة الكلمة التي تليها هي pastory وتعني المخبوزات سنكتبها تحت هذه الصورة الكلمة الأخيرة هي taste buds الحبيبات الموجودة في اللسان والمسؤولة عن التذوق سنضعها تحت هذه الصورة ننتقل إلى حل الوحدة الثالثة choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة number one the lost cat will be found soon or later هذه جملة passive جملة passive تأتي المودلز وهو إما will أو should أو can أو must أو may وبعدها يأتي be وبعدها التصريف الثالث للفعل هنا number two the birds should be fed أيضا جاءت جملة passive وجاء المودل should يأتي بعدها be وبعدها الفعل في التصريف الثالث number three it is said that animal must never be given call أيضا هذه جملة passive والصورة الأخرى لجملة passive أن تأتي it وبعدها is وبعدها a reporting verb ويكون في الزمن الماضي ويأتي بعدها that والclose أي تكملة العبارة number four jenane was expected to have liked cats أيضا صورة أخرى أن يأتي فاعل وبعدها was وبعدها a reporting verb ثم يأتي infinitive perfect ماذا نعني ب infinitive perfect أن تأتي to وبعدها المضارع التام تأتي half والتصريف الثالث للفعل number five both sheeta and lion are fast animals إذن هنا نتحدث عن اثنان أو شيئان حيوان الفهد وحيوان الأسد كلاهما من الحيوانات السريعة number six neither الهلال nor النصر will win Saudi Pro Leagues this year لا الهلال ولا النصر سوف يفوزون هذه السنة إذن نستخدم لا هذا ولا ذاك دائما neither تأتي مع nor number seven my mother will cook either كبسة or مندي either تعني إما أو إما هذا أو ذلك دائما either تأتي مع or number eight هل هذه الجملة هي active أم passive ظهرت الموضل وبعدها بي وبعدها التصريف الثالث للفعل إذن هي passive جملة مبنية للمجهول ولا يوجد الفاعل في الجملة number nine people say that cats are very curious animals هل هذه الجملة هي جملة active مبنية للمعلوم أم passive مبنية للمجهول هي جملة active لأن الفاعل موجود في الجملة number ten the dolphin is thought to be fit هل هذه الجملة هي جملة active أم passive طبعا إنها جملة passive مبنية للمجهول جاء الفاعل وبعدها is وبعدها reporting verb thought في الزمن الماضي وبعدها جاء infinitive والتصريف الثالث للفاعل ولم يأتي الفاعل في الجملة ننتقل إلى rewrite each sentences using the passive with a reporting verb علينا أن نعيد كتابة هذه الجملة باستخدام المبني للمجهول وأفعال a reporting number one people claim that the horse dropped its rider هنا نلاحظ أن الفاعل جاء في الزمن الماضي إذن نستخدم reporting verb في الزمن الماضي وبعده يأتي infinitive perfect ماذا نعني بال infinitive perfect أن يأتي have والتصريف الثالث للفاعل سنقول the horse the horse claimed had a reporting verb في الزمن الماضي وبعده to have dropped its rider جاءت have وبعدها التصريف الثالث للفاعل بعد infinitive we expect we expect that the chef adds new items on the menu هنا نلاحظ أن الفاعل جاء في الزمن المضارع إذن سنأتي بالreporting verb في الزمن الماضي وبعده يأتي infinitive أي تأتي to وبعده الفاعل بصورته الأصلية سنقول the chef is expected to add new items on the menu علينا أن نفعل ما يطلب منا بين الأقواس المطلوبة الأول change into passive علينا أن نحول الجملة إلى جملة مبني للمجهول سنبدأ جملة الباسف بالمفعول به وهو وبعده سنضع will وبعد will be وبعدها الفعل في التصريف الثالث ستصبح المطلوب علينا أن نصحح ما تحته خط لا نقول إنما علينا أن نبحث عن الخطأ ونصحح هنا لدينا أمل وسارة إذن يجب أن يأتي الفعل مع الجمع وليس للمفرد هنا هاز تأتي مع المفرد التصحيح هو هاف والذي يأتي مع أكثر من واحد المطلوب أن نكمل بالرابط المناسب والمكون من كلمتان مرتبطتان هنا لدينا علي علي وليس 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 أذكية نمبر فايف أيضا مطلوب بأن نكمل بأيضا مناسب هنا سنقول لا النمور ولا الأسود يمكن أن تستأنص نمبر سيكس علينا أن نضع الكلمات بصورة الصفة الصحيحة لا نقول هنا اسم سنحولها إلى صفة healthy society أي مجتمع صحي هنا aggression هو الصفة منها aggressive أيضا المطلوب أن نضع صفة مناسبة علينا أن نع ترتيب كلمات هذه الجملة لدينا ستصبح إذن جملة passive المطلوب ماذا تقترح عندما نقول ماذا تقترح نطلب نصيحة أم نعطي نصيحة طبعا هذا هو طلب للنصيحة نطلب رأيك أو ماذا تقترح علينا أن نكمل الفراغات بهذه الكلمات recovery إتمام العلاج pumpered المذلل aggressive عدواني marine بحري speculate يخمن وبند الرابط نمبر 1 Dolphins are the friendliest and most intelligent marine mammals إذن الدلافين هي من أكثر الثديات البحرية ذكاء وصداقة للإنسان نمبر 2 His recovery was complete after four days in the hospital علاجه أكمله بعد أربع أيام في المستشفى نمبر 3 In the human animal relationship there is a powerful bond في علاقة الحيوان والإنسان هناك علاقة أو رابط قوي In order to pumper his bit علي takes him everywhere with him كي يدلل حيوانه الأليف فأن علي يأخذه إلى كل مكان معه The opposite of aggressive is friendly عكس كلمة عدواني هو الصديق أو المقرم هنا لدينا classify the animals علينا أن نصنف الحيوانات ما بين domesticated المستأنسة وما بين الوايد البرية gorilla طبعا wild cat مستأنسة cow مستأنس dolphin أيضا wild lion wild horse مستأنس match word with meaning علينا أن نصل الكلمات بمعانيها consciousness تعني الإدراك والوعي the state of being awake بارت أن يكون واعيا alert التنبيه aware disturb يقطع ويشدد أي worried هنا علينا النص الما بين التعبير والمعنى عندما نقول 24-7 يعني 24 ساعة في سبعة أيام all day and night نهارا وليلا hang in there تعني don't give up لا تستسلم get to the point تعني be direct كن واضحا ومباشرا unscramble each word and write it under its correct picture علينا أن نكتبها تحت الصورة المناسبة الكلمة الأولى هي exterminator وتعني مبيض للحشرات الكلمة الثانية هي residence وهو المسكن compassion العلاقة العاطفية mamos الثديات gallop وهو العدو الجري للحصان ننتقل إلى حل الوحدة الرابعة choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة number one if he studied more he would get better grades إذا هو درس بجد فسوف يحصل على درجات أفضل هنا نلاحظ أن الجملة الشرطية جاءت مع if زمن الماضي إذن في جواب الشرط يأتي would وبعده الفعل بصورته الأصلية number two if amel had more money she would hire a cleaner هنا أيضا جملة شرطية جاءت مع عبارة if زمن ماضي وجواب الشرط يأتي would وبعده الفعل بصورته الأصلية إذن نلاحظ أنه إذا جاءت مع عبارة if الزمن ماضي فإن جواب الشرط يكون would والفعل بصورته الأصلية وإذا جاء في جواب الشرط would والفعل بصورته الأصلية فإن مع if يكون زمن ماضي number three we would have lost some weight if we hadn't eaten much هنا نلاحظ أن مع عبارة if جاءت الماضي التام أي جاءت had وبعدها الفعل في التصريف الثالث إذن في جواب الشرط تأتي would وبعدها the present perfect أي تأتي have والتصريف الثالث للفعل number four she felt as if all her worries had gone إذن هي شعرت وكأن كلما كلما كانت قلقها بشأنه قد ذهب إذن الترتيب as وبعدها if number five a week from now I'll be working in that supermarket إذن هنا جاء time expression الدال على future progressive أي المستقبل المستمر وفيه تأتي will وبعدها be وبعدها الفعل مضاف إليه ing علي used to sleep early but now he goes to sleep late إذن علي اعتاد في الماضي أن ينام مبكرا لكن الآن ينام متأخرا إذن used to تدل على شيء اعتاد أن يفعله في الماضي بعد used to يأتي الفعل بصورته الأصلية in expense store number eight I was going to help when I saw an old man fall إذن جاءت هذه العبارة بها when ومع when قلنا دائما يأتي الزمن الماضي والعبارة التي تسبقها تأتي في زمن الماضي المستمر أي يأتي was أو where المناسب لضمير الفعل وبعدها الفعل مضاف إليه ing number nine if I were you I would let the manager no هنا the sentence talks about an imaginary or a regret situation هل هذه الجملة تتحدث عن تخيل إن كنت مكانك فسوف أخبر المدير أم تتحدث عن موقف ندم الإجابة أنها an imaginary number ten he acted as if he hadn't seen me the sentence suggests an untrue or a hypothetical situation هذه الجملة هي تقترح شيء غير حقيقي هو يتصرف وكأنه لم يراني إذن شيء غير حقيقي complete the sentences with as shown in parenthesis أكمل هذه الجملة كما يطلب منك بين الأقواص المطلوب استخدام as though وهو unreal situation الجملة he doesn't have a car but he talks as though he had one هو ليس لديه سيارة لكنه يتحدث وكأن لديه واحدة وهنا نلاحظ بعد as though يأتي الفعل في الزمن الماضي number two المطلوب future perfect أن نحول الفعل إلى زمن المستقبل التام I will have met you at the mall by 8.30 am future perfect تأتي will وبعدها have وبعدها الفعل في التصريف الثالث وتأتي معها عبارة by والوقت do as shown in parenthesis أيضا مطلوب أن نفعل يطلب منه بين الأقواس number one المطلوب change into negative أن نحول الجملة إلى جملة منفية عدنان used to cheat on school test تصبح عدنان didn't ويوز تتحول إلى صورتها الأصلية to cheat on school test لأن used هنا جاءت في الزمن الماضي فننفي did not وإذا ظهرت did not فإننا نحول الفعل إلى صورته الأصلية number two المطلوب use future in the past علينا أن نستخدم زمن المستقبل في الماضي they were going to come but they had to study لقد كانوا سيأتون لكنه عليهم أن يدرسوا number three علينا أن نكون سؤال إجابته إما yes أو no من هذه الجملة نبدأ بعدها سارة وبعدها نكمل السؤال بنفس الجملة إذن ونضع علامة الاستفهام number four المطلوب علينا أن نصحح الكلمة الموضوع تحتها خط by twenty twenty five I will have graduate from high school لا نقول بعد will have graduate إنما graduated الفعل سيكتب في التصريف الثالث number five you will be study at the library on the weekend المطلوب أيضا أن نصحح الخطأ بعد will be يأتي الفعل مضاف إليه ing في زمن المستقبل المستمر ننتقل إلى rearrange علينا أن نعتبر ترتيب كلمات الجملة لدينا called the teacher would have و we سنقول we would have called the teacher number two like I I broccoli used I used to like broccoli number three go where to you to the party and going going were going to go to the party ننتقل إلى number five use an expression for giving an opinion استخدم تعبير كي تعطي رأيك سنقول in my opinion you make it in trouble if you don't study hard يعني برأيه سوف تقع في المشاكل إن لم تدرس بجد fill in the spaces علينا أن نكمل الفراغات بهذه الكلمات لدينا كلمة dread تعني الخوف والفزع peaked أي تختلص النظر tempted وهو الإغراء وأوشكته genetic جينية vanished اختفت reasons إخبار السبب I was tempted to lie but I told the truth instead لقد كنت على وشك أن أكذب لكنني كنت الحقيقة بدلا من ذلك number two I dread traveling by plane flying makes me nervous أنا أخاف من السفر بالطائرة فالسفر يجعلني قلقة ومتوترة أمل peaked at my graduation gift hidden in the closet أمل كانت تختلص النظر إلى هدية تخرجي المخبأة في الخزانة my teacher was absent yesterday and reasons he was sick معلمي كان غائبا البارحة وذكر السبب أنه كان مريضا Alzheimer's disease is said to be a genetic condition مرض الزهايمر قيل أنه من الأمراض الجينية ننتقل إلى كلاسفاي علينا أن نصنف هذه الكلمات ما بين medicine شيء يتعلق بالطب وما بين dilemma شيء يتعلق بالورطة لدينا DNA الحامض النووي هو من الميدسين difficulty صعوبات dilemma confusion التوتر والقلق أيضاً dilemma Alzheimer's من الميدسين من شيء في الطب وهو مرض gene أيضاً جينات شيء في الطب puzzle الحيرة من dilemma ننتقل إلى match words with meaning علينا أن نصل ما بين الكلمات ومعانيها inherited الوراثة to receive from a parent or an ancestor هو ما نأخذه من والدانا أو من السلف moral أي أخلاقي وهو ethical undergo التجربة experience هنا علينا أن نصل ما بين التعبير والmeaning عندما نقول rotten هذا معناه bad blow the whistle هذا يعني to reveal wrongdoing أن نكشف عن شيء خاطئ call هنا تعني decision القرار علينا أن نضع كل كلمة تحت الصورة المناسبة diagnosis تشخيص هذه الصورة المناسبة الدكتور يقوم بتشخيص الطفل report card الشهادة هذه الصورة المناسبة DNA الحامض النووي هذه الصورة المناسبة dilemma الورطة هذه الصورة المناسبة downside الجانب السلبي هذه الصورة المناسبة والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح أوراق مراجعة الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كتاب الإنجليزي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثالث إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر